بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا تعليق مختصر حول ما أثير مؤخرا عن التماثيل عبر التقنية الحديثة راح أبين الموقف الشرعي من هذه التقنية وهذه التماثيل لكن لا بد من التقديم لها بعشر مقدمات حتى نتوصل بسلاسة إلى الموقف الشرعي المعتدل المقدمة الأولى لا بد أن يستقر في أذهاننا أن الدين لا يعارض التقنية الحديثة والتكنولوجيا والاختراع والإبداع والابتكار على العكس من ذلك يدعو إليها ويحض عليها ويدعو إلى الاستفادة منها وهذا هو واقعنا معظم منتجات التكنولوجيا والتقنية اليوم نستفيد منها في حياتنا اليومية في النظم الإدارية في النظم السياسية في النظم الاقتصادية في النظم التعليمية وغيرها لكن الإشكال عندنا في بعض منتجات التقنية الحديثة إذا تعارضت مع نص قرآني أو نص لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعية ثبوت وقطعية دلالة ما هو الموقف وقتها؟ هل نأخذ بهذه التقنية؟ أم نتمسك بالثابت الشرعي من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ المؤمن يتمسك بالنص الثابت من القرآن والسنة ويعتقد أن الله عز وجل لم يأمره بتركها إلا لحكمه قد يعلمها وقد تخفى عليه المقدمة الثانية بيان حكم صناعة التماثيل دوات أرواح يعني صناعة تمثال إنسان أو صناعة تمثال حيوان هل يجوز؟ أجمع العلماء على تحريم صناعة التماثيل دوات الأرواح وممن حكى الإجماع الإمام النووي وابن جزي المالكي وابن حجر وغيرهم واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام إن الذين يصنعون هذه الصور يعدبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم والمقصود بالصور هنا التماثيل يعني ما كان على هيئة تمثال على صورة إنسان أو على صورة حيوان لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه التماثيل بنص هذين الحديثين السبب يرجع إلى أمرين الأمر الأول أن فيه مضاهاه لخلق الله يعني أن الإنسان يخلق يصور شيئا كما يصور الله عز وجل المخلوقات هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ولذلك قال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح يقول لهم يوم القيامة يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم هذه التماثيل التي صورتموها أحيوها يعني انفقوا فيها الروح هل يستطيعون؟ لن يستطيعوا ولذلك سيعدبون ويعدبون ويعدبون بها في نار جهنم الأمر الثاني أنها ذريعة إلى الغلوب بهذه الصور خاصة إذا كانت هذه الصور لأناس صالحين أو أناس لهم أثر وهذا الغلوب إما أن يؤدي إلى الشرك أن تعبد أو أن تصرف لها عبادات من دون الله أو إلى التبرك بهذه الصور وهذه التماثيل ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والتماثيل وكلنا نعلم أن أول ما دخل الشرك وعبادة الأصنام على الأمم إنما كان في قوم نوح كان فيهم قوم صالحين لما مات هؤلاء الصالحون قال قومهم لو صورنا جعلنا تماثيل على صورتهم ووضعناها في مكان اجتماعنا فإذا رأيناهم ذكرنا الله فعلا صوروهم ووضعوهم فكانوا كل ما رأوهم ذكروا الله مات هذا الجيل وجاء جيل آخر فقالوا إن أسلافنا كانوا يعبدون هذه الصور وهذه التماثيل فعبدوها من دون الله ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ التماثيل واتخاذ الصور لأنها ذريعة إلى الشرك المقدمة الثالثة في بيان حكم اتخاذ التماثيل واستعمال التماثيل للزينة ولغيرها هذه المقدمة تختلف عن المقدمة الثانية التي كانت في بيان حكم صنع التماثيل الآن إذا صنعت هل يجوز لي أن أتخذها وأستخدمها للزينة ولغيرها أجمع العلماء على تحريم استخدام التماثيل وذلك لأمرين الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمسها أرسل علي وأوصاه ولا تدعن تمثالا إلا طمسته وفي رواية ولا صورة تمثال إلا طمستها والأمر الثاني أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة تمثال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة الرابعة وهي مقدمة مهمة جدا أرجو من الجميع التنبه لها والتركيز فيها تحريم التماثيل هل هو من باب تحريم المقاصد يعني هل هي محرمة لذاتها أم هي من باب تحريم الوسائل يعني لكونها ذريعة إلى الحرام إلى الشرك أو إلى ما دون الشرك العلماء يقولون أن تحريم التماثيل اتخاذ التماثيل واستخدام التماثيل من باب تحريم الوسائل والقاعدة عندهم أن ما كان تحريمه تحريم وسائل تبيحه الحاجة وما كان تحريمه تحريم مقاصد لا تبيحه الحاجة ونفرع عن هذا أننا متى ما احتجنا إلى التماثيل فإنها تحل في هذه الحال مثل استخدامها في علم التشريح في كليات الطب يتدرب عليها الطلبة في عمليات التدريب على الإسعاف نجيب مجسمات وتدربون عليها في الأمور الجنائية والأمور القضائية وغير ذلك من النواحي التي فعلا نحتاج فيها إلى استخدام هذه المجسمات إذا كانت لحاجة تجوز وهذا يعني أننا لا نقلق الباب إطلاقا وإنما نقول الأصل فيها التحريم لكن إن دعت إليها الحاجة والحاجة تقدر بقدرها ولها أحكامها حينئذ تكون مباحة المقدمة الخامسة التماثيل وإن كان الأصل أنها محرمة إلا أنه وردت عدة استثناءات من التحريم إلى الإباحة منها ألعاب الأطفال فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تتخذ ألعاب من البنات والعرائس وأيضا فرس له أجنحة حتى أنه نظر إلى الفرس التي عند عائشة لها أجنحة قال سبحان الله فرس لها أجنحة فقالت له عائشة أولا تعلم أن نبي الله سليمان كانت له فرس لها أجنحة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قولها كذلك إذا كانت هذه التصاوير والتماثيل إذا كانت للامتهان وهذا غالبا ما تكون في التصاوير أن نجعلها بسط أو وسائد أو غير ذلك فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم بيت عائشة فوجد ستارة معلقة فيها تصاوير فأمرها أن تنزل هذه الستارة وتجعلها بساطا أو وسائد فقال العلماء إذا كانت التماثيل والصور للامتهان فإنها تجوز كذلك إذا كان التمثال بلا رأس فحينئذ يجوز الإبقاء على هذا التمثال إذا قطع رأسه بقوله عليه الصلاة والسلام الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة كذلك إذا كانت تمثال ملامح هذا التمثال منعدمة أو أغلبها غير موجود كان يكون وجه لكن ما في عيون ولا أنف ولا فم فحينئذ يجوز إذا كانت أكثر الملامح غير موجودة وغني عن القول أنه إذا دعت الحاجة إلى شيء من هذه التماثيل والحاجة كما ذكرنا تقدر بقدرها فإنها تجوز دينا على القاعدة السابقة المقدمة السادسة بعض الناس يقول أن التماثيل جائزة وقولكم أنها حرام هذا كلام غير صحيح ومخالف لآية في القرآن ما هي الآية؟ يقولون قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أنه سخر الجنة لسليمان لنبي الله سليمان تصنع له ما يشاء ومن الأشياء التي تصنعها لسليمان التماثيل فلو كانت التماثيل محرمة لما صنعت لسليمان لأن دعوة الأنبياء واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد ونب الشرك الرد على هذه الشبهة أن نقول أنه لم يقل أحد من العلماء إطلاقا ولم يحتج بهذه الآية لجواز التماثيل نص على ذلك غير واحد من الآئمة كابن عطية وغيره الأمر الثاني أن هذه التماثيل التي كانت تصنع لنبي الله سليمان هي من غير ذوات الأرواح عند أكثر العلماء الأمر الثالث لو افترضنا أنها من ذوات الأرواح فإنها كانت جائزة في شرع من قبلنا في شريعة نبي الله سليمان أما في شرعنا فقد وردت الأحاديث الصريحة الصحيحة التي تدل على أنها محرمة والقاعدة تقول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه أما وقد ورد في شرعنا ما يخالفه فلا يكون شرع من قبلنا حجة علينا المقدمة السابعة يقولون أنتم يا من تحرمون التماثيل وتأمرون بهدم التماثيل لستم بأحرص من الصحابة الصحابة دخلوا مصر فاتحين وفي مصر أبو الهول ومع هذا لم يتعرض أبو الهول بالهدم والطمس الجواب على ذلك أن نقول أولا الصحابة فعلا دخلوا مصر لكن هل ذهبوا إلى جميع بلاد مصر هل ذهبوا إلى الجيزة ورأوا أبو الهول لم يثبت شيء في التاريخ يدل على أنهم فعلا رأوا أبو الهول وتركوا الأمر الثاني أن أبو الهول وقتها كان مقمورا في التراب كما نص على ذلك غير واحد ولم يظهر إلا بعد فترة طويلة الأمر الثالث أن تركهم ليس دليلا على الإقرار وقبول وجود التماثيل والرضا بها فالقاعدة عند علماء الأصول أن الترك ليس دليلا الترك ليس حجة الأمر الرابع أن الترك ترك الصحابة له لو افترضنا أنهم رأوه وتركوه ولم يطمسوه فإن الترك إنما كان لمانع إما لعدم القدرة أو أنهم رأوا المصلحة في عدم التعرض له الأمر الأخير وهو الأمر الأول والآخر أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على كل اجتهاد فلا قول لأحد ولا فعل لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث صريحة كما مر معنا بالأمر بطمس التماثيل المقدمة الثامنة يقولون أن إمة الإسلام لم يطمسوا التماثيل ولم يأمروا بطمسها وأنتم لستم بأعلم منهم ولا بأحرص منهم ولا بأطوع لله منهم نقول نعم نحن لسنا بأعلم منهم ولا أطوع منهم لكنهم أجمعوا على وجوب طمس التماثيل وقولهم مقدم على الترك والترك يتطرق إليه الاحتمال يعني التركهم لها ليس إقرارا بها وإما يكون لعدم القدرة أو أنهم رأوا المصلحة في تركها ولذلك نقول أن العلماء أئمة الإسلام أجمعوا على هذا الحكم على حرمة التماثيل ووجوب طمسها المقدمة التاسعة ما هو التمثال التمثال هو المجسم المجسم المصنوع من طين من حديد من نحاس من بلاستيك من أي شيء هذا المجسم الذي له ظل هو التمثال والتمثال قد يكون هذا المجسم لشيء من ذوات الأرواح إنسان أو حيوان وقد يكون من غير ذوات الأرواح هذا كله يسمى تمثال المقدمة العاشرة والأخيرة ما الفرق بين التمثال والصنم والوثن التماثيل والأصنام والأوثان هذه المصطلحات الثلاثة إذا اجتمعت افترقت يعني إذا ذكرناها مع بعض كل مصطلح له معنى خاص وإذا افترقت اجتمعت يعني ممكن أطلق التمثال وأريد به التمثال أطلق اسم التمثال وأريد به الصنم أطلق اسم التمثال وأريد به الوثن لكن عند الاجتماع كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة له مدلول خاص فالتمثال هو المجسم الذي له صورة لكنه لا يعبد والصنم هو المجسم الذي له صورة لكنه يعبد والوثن هو المجسم الذي لا صورة له لكنه يعبد هذا من حيث المعنى أما من حيث الحكم فالثلاثة محرمة التمثيل محرمة والأصنام محرمة والأوثان محرمة لكن الأصنام والأوثان تحريمها تحريم مقاصد يعني بذاتها محرمة يجب تحطيمها ويجب هدمها ولا تترك لمصلحة أما التمثيل فإن تحريمها كما ذكرنا تحريم مسائل ومعنى ذلك أنها ليست لذاتها محرمة وإنما لكونها ربما تصير صنما في المستقبل أو تصير إلها في المستقبل أو تمثالا يتبرك الناس به فلكونه وسيلة حرم وهذا يعني أن تركه إن اقتضت المصلحة ذلك أو عند الحاجة إليه فإنه جائز هذا هو الفرق ما بين هذه الأسماء الثلاثة من حيث المعنى ومن حيث الحكم وبعد هذه المقدمات العشرة نستطيع أن نستخلص وأن ننتهي إلى الموقف الشرعي من هذه المجسمات المصنوعة بالتقنية الحديثة ثلاثية الأبعاد فنقول أولا أنها ليست أصناما هذه المجسمات ليست أصناما لماذا؟ لأن الأصنام هي المجسمات التي لها صورة وتعبد هذه المجسمات نعم لها صورة لكنها لا تعبد فهي ليست أصناما ثانيا هذه المجسمات تماثيل لماذا؟ لأنها مجسمات لها صورة ولا تعبد وبالتالي تأخذ أحكام التماثيل وأحكام التماثيل على النحو التالي واحد إذا كانت هذه المجسمات مصنوعة بغرض الزينة والذكرى وهو الغالب الأعم من استخدام الناس اليوم اتخذون هذه المجسمات إما للزينة أو للذكرى ما هو الحكم؟ أجمع العلماء على تحريم التماثيل والمجسمات إذا كانت متخذة للزينة والذكرى ولا خلافة بين العلماء في هذه المسألة إطلاقا ولا يأتي أحد يقول بعدين راح تغير الفتوى وتصير حلالا بعد أن كانت حراما مثل الصور الفتغرافية نقول لا هذه المسألة ورد فيها النص ورد النص بتحريم التماثيل إذا كانت على صورة دوات الأرواح فهي مسألة نصية لا اجتهاد فيها رقم أثنين إذا كانت هذه المجسمات عبارة عن صور ألعاب للأطفال أو صور وتماثيل موضوعة للامتهان فهذه جائزة بلا خلاف لورود النص باستثنائها وقد مرت معنا الأحاديث النبوية التي نص فيها على استثناء لعب الأطفال والتماثيل والصور إذا كانت للمتهان الرقم ثلاثة وهي مهمة جدا إذا دعت الحاجة إلى هذه المجسمات فإنه يجوز اتخاذها والحاجة تقدر بقدرها ولها أحكامها في الفقه الإسلامي واليوم نستطيع أن نستفيد من هذه المجسمات تقنية الحديثة في تدريب طلب الطب على التشريح لابد من وجود هذا المجسم حتى يتدربوا على التشريح ومعرفة جميع تفاصيل أعضاء الإنسان كذلك تدريب المسعفين على المجسمات التي على صورة إنسان كذلك في مسرح الجريمة والعلم الجنائي وفي القضاء وغير ذلك من أوجه الاستخدام كذلك أيضا في الأطراف الصناعية لحالات البتر وغيرها فهذه التقنية ممكن أن نستفيد منها في مجالات أخرى غير الزينة والذكرى إذا دعت إليها الحاجة لا خلافة بين العلماء في جوازها لماذا؟ لأن تحريمها كما ذكرت سالفا ليس تحريم مقاصد وإنما هو تحريم وسائل والقاعدة تقول أن ما كان تحريمه تحريم وسائل تبيحه الحاجة هذا باختصار ما أحببت أن أذكره حول هذه المسألة التي كثر فيها الكلام وكثر فيها الجدل وأسأل الله عز وجل أن أكون قد وفقت في إيطاح الفكرة وإيصال المعلومة للجميع والله أعلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته